السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم وبرئيس أراب إليكم معنوان هذا الفيديو أيت نوري يتير المخاوف ومبلح يعود إلى تدريبات منتخب الجزائر لنشاهد التفاصيل كاملة قبل ما ندخلوا الإخواني الكرام إلى التفاصيل أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو وترك تعليق محافظ وشكرا لكم غابريا أيت نوري نجم النادي والفرهام طون أمس تولت عن الحصة التدريبية المسائية للمتخب الجزائري ضمن المعسكر الإعداد المقام حاليا في العاصمة الطوغولية لومي استعدادا لنهائية كاس أمم إفريقيا 2013 بالكوتفور ووفقا لما جاء في بيان رسمي للإتهاد الجزائري لكرة القدم فإن أيت نوري غاب عن التدريبات بسبب معاناته من الزكام حيث قرر جمال بالماضي مدرب الخضر إراحته وإعفائه من التدريبات إلى حين تعرف بشكل نهائي ويأمل بالماضي أن يتعرف الظاهر الأيصر المتعلق هذا الموسم في الدور الإنجليزي سريعا حتى يكون حاضرا في الحصص التدريبية المقبلة ويتمكن من المشاركة في مباراة الطوغو الودية والمقررة يوم الجمعة المقبل وهي المواجهة التي يعول عليها مدرب الخضر كثيرا من أجل اختبار جاهزية لعبه قبل أيام قليلا عن انطلاق الكام